بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكم معي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر اليوم رح نسوي وصفة كتير لطيفة عندي نزلت جاجة وبصراحة كنت محتارة شو بدي أطبخ فتعالوا نسوي طبخة بريانة على السريع كتير طيبة وفخمة بصراحة وعن جد رح تعجبكم إن شاء الله لا تنسوا دعم الفيديو أو دعم القناة باللي بتقدروا عليه فضلا وليس أمرا رح نعمل طريقة للبريانة بشكل جديد أو بشكل شوي غير الطريقة اللي أنا منزلتها أنا عندي نزلتها باللحمة هاي المرة عملتها بجاج وعملتها بطريقة مختلفة عن هديك المرة طريقة كتير حتعجبكم إن شاء الله خلينا نبلش في طنجرة أنا حطيت هنا شوية زيت طبعا أنا كنت مستعجلة ومنزلة زي ما حكي لكم جاجة ومحتارة شو أطبخ فحكيت رح أسوي بريانة لأنه المواد كلها موجودة عندي بالبيت فرمت بصلة رياش وحطيتها مع الزيت وعندي كمان أربع خمس أسنان تومة فرمتهم زي ما أنتوا شايفين بهالطريقة وحستهم على النار يعني لدوا بدقيقتين على بينما شوية تدبلوا وعندي كمان زنجبيل طازة دكيت الزنجبيل مع شوية تومة يليك سنين تومة وحطيتهم ضفتم على البصل الزنجبيل إذا ما عندك طازة ممكن تحطي بودرة بس الطازة بصراحة بعطينكها أطيب وحطيت معلقتين كبار مليانين يعني من رب البندورة ودبس البندورة وراح نحوسهم على النار الطريقة الثانية هديك اللي أنا نزلتها قبل بنحط معها لبن هاي ما بحط معها لبن طريقة سريعة بس والله يعني هي مزبوط خطواتها كتير بس كتير طيبة بتستاهل يعني الشغل وحطيت عود كرفة وحطيت أربع خمس أو ست حبات من الهيل هالحب وعندي هنا كانت عندي بهرات البرياني بآخرهم تقريبا معلقة كبيرة بهرات البرياني بتلاقيها بالمحلات العربية في منها أنواع كمان البهرات هاي كتير طيبة في منها بيكون يعني جوها الباكيت بتكون زي ما هي صحيحة وفي منها بيكون مطحون بس كتير نكتها طيبة على البهرات يعني عن جد جيبوها لما بكتستخدموا البرياني سوي البرياني يستخدموها وحطيت طبعا كرفة مطحونة وحطيت شوية كمون ما كترت كموني شوي لأن أنا ما بحب كتير نكيته وحطيت 3-4 حبات أو أوراق من أوراق الغار وحستهم شوي طبعا أكيد على النار وبعدين رح أنزل الجاج بدي أحكي عن الجاج بصراحة البرياني أطيب يتسوي بجاج بدون عظم يعني أنك توكلي منه على طول حتى توصخي إيديكي فيه بس أنا ما كان عندي وقت أني أقطعه وأشيل منه العظم حطته زي ما هو طبعا بصير تسوي هيك أو هيك يعني مش إنه زي ما حكت لكم الطبخ مش كتاب مقدس أو دستور أنتوا بإمكانكم تتفننوا تضيفوا تسويوا لبيتكم إياه يعني كل واحد وذوقوا طبعا أنا هون ضفت مي سخنة أو مي مغلية لازم تكون على الدجاج عبن بس نغطي يعني يتغطى بالمي وطحمت هيل وحطيت كمان علي هيل مطحون تقريبا معلقة كبيرة هيل مطحون الهيل كتير بعطينا كذاكي للأكل والرز للطبخات معظم الطبخات الخليجية أو الهندية الطبخات اللي زي هيك كتير طيبة مع هيل وطبعا ملحت ورح أغطي ووطي الغاز طبعا أخلي يعني يتطبخ بتقريبا ربع ساعة هون أنا نكعت كوبين أو مش كوبين هم مقين رز نكعتهم بمية سخنة وحطت نسيت أحط الكزبرة حطتها هلا طبعا بسير تحطيها بالآخر أنا بحب حتى أحطها بالآخر أحسن عشان تضل شوي خضرة حطت قرن فلفل كمان وزي ما حكت لكم فرامة كزبرة وضفت مكعبات بطاطا البطاطا بتعطيها هناكها كتير طيبة في منهم ما بحطوا بطاطا أنا بحبها بطاطا وغطيت الطنجرة وتركتها عبين ما تستوي مع بعض البطاطا والدجاج في طنجرة تاني أنا هون حطيت مية سخنة وضفت عليهم كم حبة هيل وورق غار شوية ملاح والزيت يعني إضافي أنا بحب أحط زيت بالأخير مرات مش دايما عشان لما أصفي كون هيك متغلف شوية الحبات بشوية زيت الرز طبعا هون ما رح يأخذ وقت منك يا دوب من خمس لسبع تمن دقائق عبين ما تشوفي الحبات صارت تنطل الأعلى هيك زي ما أنتوا شايفين بس بتطفي النار وبتصفيهم بكلاي هون حطيت عندي زيت ورح أكلي تقريبا كوبين أو كوب ونص شعرية رح أكليهم يعني عبين ما يتحمصوا ما تغيب عينك عنهم لأنه إذا تحمصوا من تحت رح يصيروا كأنه جهة محروكة وجهة لأ أو متحمصة زيادة فضلك حركي فيهم عبين ما يتحمروا منيح زي ما أنتوا شايفين هيك لما شوفي تصير تشوفي لونهم صار دهبي هيك رح أصفي الزيت عنهم لأنه الزيت كميته كبيرة رح أصفي الزيت وأبلج أضيف مرقة الدجاج بعد ما استوى الدجاج هون أنا رح أستوي الشعرية طريقة كتير بعايني بعملها كنت زمان وحبيت أشارككم إياها طيبة كتير مع الأكل رح أضيفي مرقة الدجاج وتوطي الغاز إذا بدكم تغطوا هال المقلع طبعا بصير رح أضل تحركي فيهم أو يعني كل شوي يعني تحركيهم إذا شفتي بيدهم كمان ماء أو مرقة زيدي لهم عبين ما يتستوا كأنه بدك تفلفليهم يعني طبعا أنا هون كان شوي الغاز عالي بس لو موطة ومغطة يعني ما بيأخذ كتير مرقة منك هون الدجاج شايفين لازم تكون شوية ماء على الدجاج لسه والبطاطا ورح نضيف الرز ونكمل الدجاج فيه ورح نكمل ستوا الرز يعني الرز إحنا ستوا هنا نص استوا هلا بننضيف الرز زي ما حكت لكم ونحط كنت أنا كالي بصل رياش أو جوانح ورح نضيفه بالنص بس خلوني أفرجيكم كيف سويت الصبغة عندي صبغة بودرة حطيت تقريبا ربع معلقة صغيرة وطبعا لون أصفر وحطيت عليها مية وحركتها عشان أضيفها على الرز ومحضرة هون الكذبرة زي ما انت شايفين فارمتها ومحضرتها هون رح نحط يعني زي جورة أو نغطي البصل والكذبرة بالنص نحطه ونغطي بالرز رح يعطي لون حلو للرز هكا زي لون بني بصير عندك الرز ملون أصفر وأبيض وبيني والكذبرة كمان نسيتها وردت حطيتها هلا مع البصل ورح نحط الرز عليها نكمل ونحط الصبغة الصبغة هون بإمكانكم تحطوها زي ثقوب بتنزلوها يعني بكذا محل بالطنجرة أو بإمكانكم تحطو زي ما أنا عملت خطين أو X اللي تتوزع يعني بالطبخة يعني ما تكون في مكان واحد وكله طبعا رح يتجانس ويتخلط مع بعضه ويتخلط مع بعضه حطيت هون برضو هيك رشة قرفة بحب أحط قرفة بالآخر عشان تأخذ الرز شوية تنكت القرفة يعني من فوق لأنه الكرفة كلها تحت مع الجاج بس هاي هيك رح أغطيها طبعا وخلي تقريبا عشر دقائق على النار واطية باركم تنحرك منكم لأنه المركة كليلة فبتكم تغطوها على الواطي وتخلوها تتهبل أو يعني على البخار تستوى تستوى الرز وهنا لما قلبتها يعني إشير أو على الريحة بتشاهي يعني طبعا حتصير تحطي المغرفة من تحت وتناثر الرز فوق الجاج هاي هي الطريقة تبعة البرياني هيك بيعملوه علشان يختلط تختلط الألوان مع بعضها وتختلط النكهات والبطاطا مع الجاج مع كل شي عن جد يعني أكلة بتتقدم الملوك زي ما بيحكوها عنا بالفلاحي مثل بيحكو فكتير طيب الأكلة عملت أنا للبيت والله مش عزومة بس يعني بنحبها احنا كتير هالطبخة فحبيت أسويها وأشارككم إياها زي ما حكيت لكم بتناثروا الرز من تحت لفوق عشان تختلط الألوان والنكهات مع بعض وهلا رح نحط كمان نزيينها بالبصل المقلي اللي عملناه اللي كنت أنا حطيته طبعا جزئين جزء أحطيته بجوه الرز وجزء أحطه على الوجه طبعا بزيت نباتي أنا للبصل كليتو يعني ما بيأسر الوراك الغار بإمكانكم تخلوا بإمكانكم تشيلوا برجع لكم طبعا وزي ما حكيت لكم هلا رح نضيف البصل الرياش أو الجوانح اللي كليتو بإمكانكم البرياني تسويوا بس بها طريقة هاي وتحطوا لوز وخلص تستكفوا الشعرية هي الشغلة الإضافية اللي حبيت أضفلكم إياها اليوم وتشوفوا الطريقة معاي كيف لأنها كتير طيبة وكتير ناس طلبوها مني فحبيت أشارككم إياها رح نحط هلا زي ما حكيت لكم الشعرية اللي ستويناها طبعا الشعرية لازم تكون مستوية منيح زي الرز كيف متفلفل الرز رح نكون مفلفلينها يعني مستوي معنا منيح إذا بردت معاك عادي سخنيها وارجع يحطيها على الأكل شايفين كيف مفلفلة يعني متناثرة ما شاء الله يعني حتى هي ما أخذ نكهة البهارات اللي لأننا حطناها حطناها مرقة الدجاج فما أخذ نكهة البهارات كلها اللي حطناها بالأكل رح نضيف الكمية كلها على الرز نوزحها بشكل متساوي وبعدين برضو رح نحط لوز نزينها بلوز مقلي طبعا هذا برضو خياري بإمكانكم تحطوا كمان سنوبر كاشو بإمكانكم ما تحطوا لوز هذا برجع لكم أكيد وطبعا أنا كنت مقطعة كمان كزبرة زيادة كزبرة خضرة ورح أحط على الناس اللي ما بتحب كزبرة بإمكانكم طبعا ما تحطوا برضو مع الطبخة بإمكانكم تحطوا نعنع أخضر مع الكزبرة تفرموها وتحطوها لما حطناها مع البصل تضيفوا لها برضو نعنع أنا هاي المرة ما حطيت حطيت بس كزبرة وطبعا زي ما حكت لكم بتزينوها بالآخر بكزبرة وبس هيك طبختنا خلصت طبعا ممكن تقدمها جنبها سلطة أو لبن اللي بتحبوه طبخة روعة عن جد وبتمنى جد إنكم تجربوها وتحكولي رأيكم بالكومنتات شو رأيكم فيها يعني الصورة لحالها بتحكي ويعني جمال المنظر لحاله يعني والطعم خرافي صراحة طبعا شوفوا كيف لما نقدمها راح تكون يعني مخلطة بين رز وشعرية وبصل كل نكهات طيبة يعني بصراحة من قطيب الطبخات اللي بطبخها أو يعني اللي بحبوها ولادي بتمنى عن جد تعجبكم وبتوقع عن جد بتستاهل لايك وكومنت دعموا الفيديو لو سمحتوا باللي بتقدروا عليه وصحتين وألف عافية وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بوصفات سمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر